السلام عليكم أهلا بكم متابعين قناة الموسوعة من المعلومات المنتشرة من منتصف القرن العشرين إن الصراصير تقدر تتحمل انفجاركم بلا نووية وبيرجع أصل المعلومة إلى كارثة هروشيما لما كانت الصراصير من الناجين الأليلين اللي نجوا من الكارثة لما العلماء عملوا أبحاث وجدوا إن الإشعاعات النووية بتأثر على الكائنات الحية على المستوى الخلوي وخصوصا في مرحلة انقصام الخلايا وهو أمر بيحصل كل لحظة في جسم الإنسان على عكس الصراصير اللي بتنقسم خلاياها بمعدل أسبوعي وبالتالي فهي أقل عرضة للتأثر بالإشعاعات النووية وده بيأكد إن الصراصير تقدر إنها تنجو بالفعل من معدلات مرتفعة جدا من الإشعاعات النووية لكنها ما تقدرش تصمد أمام حرارة الانفجار وإنت كده ممكن تتخيل إن احنا هنقول إن الصراصير أقوى مخلوق على وجه الأرض أكيد لأ مع إنها زي ما قلنا ممكن تصمد أمام الإشعاعات النووية وكمان كتير من الناس في العالم بيعتقدوا إن الأسد أو الفيل أقوى مخلوقات لكن لا في العديد من الحيوانات الأقوى منها فالقوة مش بالحجم ولا بالشكل وفيه مقاييس كتيرة لازم معرفتها لاختيار أقوى مخلوق على وجه الأرض وده بسبب اختلاف أصناف الحيوانات فيه حيوانات بتكون أصغر في الحجم ولكنها الأقوى والبعض بيكون كبير وضخم لكنه بطيء أو عنده نوقة ضعفة تانية معاكم عمر السيد والنهاردة هنتكلم عن أقوى مخلوق على وجه الأرض وقبل ما نبدأ الحلقة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل حلقاتنا بيتصنف دب الماء على إنه من الحيوانات الماكروسكوبية وده مش بيتشاب بلان المجردة لكنه بيتشاب تحت المجهر أي إنه حيوان لا فكاري وهو مش من الفيروسات أو البكتيريا أو الفطريات وهو بيعيش في أي مكان على وجه الأرض وبيعيش في البحر والمياه العزبة وبيصل طول جسم أكبر دب ماء بالغ حوالي واحد ونص ملي متر وبيصل طول أصغرهم إلى أقل من واحد من عشرة ملي متر دب الماء معروف بإن حركته بطيئة وليه تمن أرجل في آخر كل رجل مخالب وبيتغز على الخلايا النباتية ويعرب باسم التارديجريد وتم رصده للمرة الأولى في عام 1773 على يد قص ألماني واكتشف العلماء 1150 نوع منه حتى الآن بيعيش دب الماء في جميع أنحاء العالم من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي ومن أعالي الجبال إلى الصحاري وكمان بيعيش دب الماء في البيئات البحرية المختلفة حوالي 10% منه بيعيش في المياه الملحة وتسعين في المية منه بيعيش في المياه العزبة أطلق عليه العديد من الألقاب زي أقوى مخلوق في العالم وأغرب مخلوق في العالم وأول حيوان يعيش في الفضاء الخارجي وده لأنه حيوان لا تهزمه الظروف لأنه بيستطيع أنه يعيش في أقصى الظروف بيقدر دب الماء الاستمرار في درجة حرارة 151 سيليزيوس يعني 304 فرنهايت وال30 عام في درجة حرارة 20 سيليزيوس والبعض أيام في درجة حرارة 22 سيليزيوس يعني 328 فرنهايت وبالنسبة للضغط بيقدر أنه يصمد أمام ضغط منخفض جدا وكمان أمام ضغط مرتفع جدا أكتر من 1200 ضعف الضغط الجوي المعتاد وكمان في بعض الأنواع منه بتتحمل 6000 ضعف الضغط الجوي وهو ما يعادل تقريبا 6 أضعاف الضغط في أعمق خنادق المحيط ولما بيتعرض دب الماء لدرجات حرارة منخفضة بيقل محتوى جسمه من المياه من 85% إلى 3% وبيحصل المياه اللي في جسمه تمدد بسبب التجمد وبسبب الجفاف ده بيمنع تمزق جسم دب الماء وبيقدر دب الماء البقاء على قد الحياة في الفراغ والمساحات المفتوحة والإشعاع الشمسي لمدة 10 أيام على الأقل وكمان بيقدر دب الماء أنه يتحمل كمية إشعاع أكتر ألف مرة من اللي بتتحمله الحيوانات المائية التانية وتتروح كمية الإشعاع بين جراعات قاتلة متوسطة تصل إلى 5000 جري من أشعة جاما و6200 جري من الآيونات السقيلة مع العلم أن كمية إشعاع من 15 جري ممكن تكون قتلة للإنسان وكان التفسير الوحيد المقبول لكل القدرة في التجارب السابقة هو أن حالة الماء المنخفضة في الجسم بتقلل التفاعل مع الإشعاع دب الماء هو أول حيوان فعلا بيستطيع البقاء على قيد الحياة في الفضاء الخارجي في عام 2007 أرسل في تجربة فضائية علمية لمحاطة الفضاء الدولية على متن مركبة روسية فضائية وفضل على قيد الحياة طول فترة التجربة اللي استغرقت 12 يوم وبدأ يتحرك ووضع عبيض وفأس بنجاح بالرغم من الضغط المنخفض والإشعاعات الشديدة ودرجات الحرارة المنخفضة والرياح الشمسية اللي مش بتهدى وكمان الحرمان من الأكسجين في الفراغ الكائن الغريب ده مجهز بإمكانيات مزهلة بينفرب بيها عن غيره من المخلوقات وتقريبا أطول فترة بيقدر يعيش فيها دب الماء في الجفاف 10 سنين ولو تساب من غير مية ولا هوى بيموت بشكل مؤقت في خلال العشر سنين دول ويرجع للحياة من جديد بمجرد توفر المية والهوى مع العلم أن أعظم الكائنات ما تدرش تعيش من غير مية لأن تركيبة الخلية بتكون في الغالب من المية لكن الوضع بيختلف مع الكائن الغريب ده فالخلية العادية لما بتجف بتتعطل ويتكسر فيها الشريط الوراسي وبتكون مشوهة وغير قابلة للحياة لكن خلية دب الماء لها تصميم مختلف فعلى الرغم من أنها بتتركب من 70% من المية لكن لها خصائص وأساليب بتخليها تقاوم الجفاف وتتغلب على نقص المية يعني فيه تصميم فريد للخلايا والشريط الوراسي بتوع دب الماء أثبت الدراسات الأحافير أن دب الماء كان موجود قبل 500 مليون سنة وموجود منه أكتر من 900 نوع وكلها بتتصف بموصفات فريدة تختلف عن أي كائن آخر بنعرفه على وجه الأرض واكتشف العلماء أن سبب قدرة دب الماء على تحمل كل البيئات القاسية والعيش فيها بيعود إلى قدرته على صنع درع بروتيني وبتحليل البروتين ده اكتشف العلماء أنه بيرتبق بنواهي الخلية اللي بيحتوي على الحمض النوي وبيعمل على خلق غيمة وقائية بتحيط به زي الدرع بالضبط الخلاصة بقى أن احنا قدام مخلوق نشأ قبل 500 مليون سنة ونشأ بكامل قوته وكفاءته وميزاته الخارقة وكمان فضل محافظ على كل الميزات دي طوال ملايين السنين ودي بقى قصة أقوى مخلوق على وجه الأرض لو أنت ليك رأي تاني سبهونا في التعليق لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبونا في التعليقات الموضوعات اللي تحبوا ونتكلم عليها ونشوفكم الحلقة الجاية